بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أهلا وسهلا أعزائي الطلاب عزيزاتي الطالبات اليوم شاء الله بإذن الله درسنا بيكون المتتابعات والمتسلسلات الهندسية هذا رابط الدرس الرقمي فيما سبق درس تمييز المتتابعة الهندسية والآن رح نجد حدود متتابعة هندسية وحدها النوني أيضا نجد أوساطا هندسية ونجد مجموع حدود متسلسلة هندسية المفردات الأوساط الهندسية والمتسلسلة الهندسية في لماذا؟ خلال بحث في الإنترنت وجد أحمد موضوعا عن العلاج بالأعشاب فقام بإرسال إلى خمسة من أصدقاء عن طريق البريد الإلكتروني ومن ثم قام كل واحد منهم بإرسال الموضوع إلى خمسة أصدقاء آخرين وهكذا قام كل من استلم البريد بإرساله إلى خمسة أصدقاء جدد إذا استمر إرسال الموضوع بهذا النمط فما عدد الأشخاص الذين سيصلهم هذا الموضوع في المرحلة الثامنة؟ يعني أحمد أرسل البريد الإلكتروني لخمسة من أصحابه كل واحد منهم أرسلها إلى خمسة كل واحد ثم كل واحد من اللي وصلهم البريد يرسلونها إلى خمسة نلاحظ هنا التشعب هنا ماذا؟ أحسنتم هنا تشعب أسي تشعب أسي تتضاء هنا عدد الإرسال أو الأشخاص الذين سيصلهم الموضوع في المرحلة الثامنة هنا كل مرة كم؟ يعني كل مرة نزيد كم؟ الآن هذه المرحلة الأولى ثم هنا لو نكمل كل واحد من الذين وصلهم نكملهم هذه تعتبر المرحلة الثانية ثم الثالثة والرابعة إلى الثامنة هذه نسميها متتابعات هندسية كما هو الحال في المتتابعة الحسابية فإن المتتابعات الهندسية صيغة للحد النوني تستعمل لإيجاد قيمة أي حدا من حدودها تستعمل الصيغة الآتية للتعبير عن الحد النوني في متتابعة هندسية حدها الأول A1 وأساسها R حيث إن عددا طبيعيا لو لاحظنا هنا ماذا؟ اللي هو قوة قوة لدينا هنا لأن المتتابعة الهندسية عبارة عن دالة أسية مثل ما شفنا في الحصاص الماضية إذن هذا هو صيغة الحد النوني أي حد نريد إيجاده نستخدم هذه الصيغة طبعا بمعرفة الحد الأول وأساس المتتابعة وكم عدد الحدود التي نريد إيجادها نطرح منها واحد إذن A1 في R أس الناقص واحد في المسألة الواردة في فقرة لماذا؟ ما عدد رسال البريد الإلكتروني المرسلة في المرحلة الثامنة؟ أول شي نريد إيجاد عدد الرسائل في المرحلة الثامنة حيث أرسل أحمد خمس رسائل في المرحلة الأولى في المرحلة الثانية أرسل كل شخص من الخمس الرسائل إلى خمس أشخاص آخرين وهكذا مع مراعاة أن كل شخص استلم رسالة واحدة نخطط يشكل عدد الرسائل المرسلة في كل مرحلة متتابعة هندسية أساسها R تساوي خمسة لذا استعمل صيغة الحد النوني لمتتابعة الهندسية نحل AN تساوي اللي هي A ثمانية لنريد في المرحلة الثامنة كل مرحلة عبارة عن حد كل مرحلة كأنها حد عبارة عن متتابعة هندسية أساسها R يساوي خمسة إذن A ثمانية يساوي الحد الأول اللي هو خمسة لأنه أرسل في الأول إلى خمسة أشخاص بدأ بخمسة مضروب في ال-R طيب كل شخص يرسلها إلى كم الحد الأول كان أرسل إلى خمسة طيب كل شخص يرسلها إلى خمسة أيضا فهنا نفس الشيء ال-R هنا خمسة طيب نحن نن كم نريد؟ نريد ثمانية إذن في ثمانية ناقص واحد في المرحلة الثامنة طبعاً لما نحسبها أصبح 390.625 رسالة مرسلة في المرحلة الثامنة نتحقق نكتب الحدود الثمانية الأولى من المتتابعة بالضرب في أساس المتتابعة لأن إذا كان الحد الأول خمسة ضربنا في خمسة يعطينا خمسة وعشرين نضربها في خمسة مئة ومسة وعشرون نضربها في خمسة ستمية ومسة وعشرون وهكذا إذا ضربناها في خمسة كم مرة؟ واحد، اثنان، ثلاث، أربع، خمسة، ستة طبعاً هنا هذا الحد الأول الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن أصبح لدينا ثلاثمية وتسعين ألف وستمية وخمسة وعشرون إذن الحل هنا صحيح طبعاً هنا استطعنا التحقق من الحل لأننا أراد الحد الثامن هنا يعني معقول أننا نصل إلى الحد الثامن أحياناً لا نستطيع التحقق من صحة الحل إذا أراد إلى حدود مثلاً عشرين أو ثلاثين حد في أثناء هطول الأمطار ونزولها من أعلى تلة إلى أحد الوديان صنعت الأمطار مجرى لها في الوادي طول أربعين إنش إذا كان هذا المجرى يتسع كل يوم ثلاثة أمثال اليوم السابق له فكم سيبلغ اتساع المجرى في اليوم الخامس في حالة استمرار هطول الأمطار بهذا المنوال ماذا نلاحب هنا؟ نأتي الآن نشوف هل هذه متسلسلة حسابية أم هندسية؟ الآن في كل مرة في كل يوم يتسع في كل يوم يتسع يتسع طيب يتسع كم؟ طبعاً هنا عندنا أول شيء كان طبعاً هذا بيكون الحد الأول الحد الأول كان أربعين إنشن طيب في كل يوم يتسع ثلاثة أمثال اليوم السابق له ثلاثة أمثال يعني الأربعين ثلاث مرات يعني أربعين زائد أربعين زائد أربعين يعني أربعين ضرب ثلاثة ثلاثة أمثال اليوم السابق له يعني كأني الأربعين هنا أضربها في كم؟ رح نضرب هنا في ثلاثة عشان نحصل على الحد الثاني مثلاً رح نضرب في ثلاثة عشان نحصل على الحد الثالث رح أضرب الحد الثاني في ثلاثة وعشان نحصل على الحد الرابع رح نضرب الحد الثالث في ثلاثة إذن ماذا نلاحظ هنا؟ كل مرة الحد ينتج عن طريق ضرب عدد ثابت في هذا في الحد الذي يعني الحد التالي ينتج عن طريق ضرب عدد ثابت في الحد الذي يسبقه معنات أن هذه متسلسلة متتابعة هندسية طيب الآن يريد ماذا؟ كم سيبلغ التساع المجرى في اليوم الخامس في حالة استمرار هطول الأمطار بهذا المنوال راح نستخدم اللي هي الصيغة الحد النوني للمتتابعة الهندسية اللي هي A-N تساوي الحد الأول في R-N-1 A-N اللي هو A-5 اليوم الخامس تساوي الحد الأول كان أربعون في R اكتشفنا أنه ثلاثة ال-R S-N-1 اللي هو خمسة ناقص واحد إذن A-5 راح يساوي أربعون فيه ثلاثة أس أربعة خمسة ناقص واحد اللي هي أربعة ثلاثة أس أربعة راح تكون واحد وثمانون يعني A-5 راح تساوي أربعون فيه واحد وثمانون اللي هي راح تساوي صفر ينزل أربعة فيه واحد أربعة وأربعة فيه ثمانية اثنان وثلاثون إذر راح يكون ثلاثة ألاف ومائتين وأربعين إنشن في اليوم الخامس أيضاً إذا علمنا بعض حدود المتتابعة الهندسية يمكننا إيجاد صيغة الحد النوني لها أكتب صيغة الحد النوني لكل المتتابعتين الهندسيتين الآتيتين الآن أعطانا الحدود فقط نريد كتابة صيغة للحد النوني من خلالها مثل ما اتفقنا في المتتابعات الحسابية من خلالها نوجد أي حد نريد تكون جاهزة أن نوجد منها أي حد الحد الأول نص والأساس R هنا لأنه 2 تقسيم نص يستخرج طبعاً كما يأتي R راح تساوي 8 على 2 أخذنا هنا 8 تقسيم 2 أو ممكن 2 تقسيم نص أو 32 تقسيم 8 راح يعطينا أربعة إذن A N راح يساوي الحد الأول نضروف في R أس ناقص واحد الحد الأول نص عندنا R أربعة أس ناقص واحد هذه هي صيغة الحد النوني لهذه المتتابعة الهندسية الآن لدينا متتابعة هندسية فيها الحد الرابع خمسة وR تساوي 6 R تساوي 6 يعني N تساوي كم؟ أربعة الآن لو استفدنا من أن A N قيمتها خمسة يعني الحد الرابع خمسة معنات N أربعة خطوة الأولى إيجاد A واحد طبعاً نحن نستخدم نفس صيغة الحد النوني صيغة الحد النوني له المتتابعة الهندسية نستطيع منها إيجاد A N أو A واحد أو R أو N A N هنا عندنا خمسة اللي هو الحد الرابع في A واحد مضروباً فيه 6 اللي هي R اللي هو الأساس S N أربعة ناقص واحد طبعاً بسطنا هنا وقسمنا أصبح الناتج A واحد تساوي 5 على مئتان وستة عشر هذا الحد الأول كان 5 على مئتان وستة عشر طبعاً نكتب الصيغة مرة أخرى أخذنا إحنا أوجدنا A واحد نرجع نكتب الصيغة مرة أخرى اللي هي A N تساوي طبعاً نكتب الصيغة نضع فقط R و A N عفواً A واحد نضع لأنه الثابت لجميع الحدود والA واحد لأنه الثابت لأنه نبغى نوجد في متسلسلتين هندسية ما لما نبغى نوجد الحد العاشر رح نستخدم الحد الأول هو نفس الحد الأول لما نبغى نوجد الحد العشرون نستخدم نفس الحد الأول لن يتغير فرجعنا كتبنا A N تساوي الحد الأول اللي هو 5 على مئتان وستة عشر في ال-R اللي هي الأساس اللي هو 6 هنا عندنا S N ناقص واحد لو طلبنا الحد الخامس نشيل N نحط خمسة ونوجد قيمة الحد الخامس لو طلبنا الحد الثامن نشيل N نحط ثمانية ونطلع لنا الحد الثامن وهكذا نتحقق سالب الآن نريد إيجاد صيغة للحد النوني سالب ربع واثنين هو سالب ستة عشر ومئة وثمانية وعشرين إلى ما لا نهاية طبعاً عندنا هنا الحد الأول يساوي السالب اللي هو ربع خمسة وعشرين من مئة طبعاً هنا ال-R يساوي ناخذ السالب ستة عشر تقسيم اثنين رح يساوي سالب ثمانية هذه قيمة ال-R الآن أوجدنا الحد الأول وال-R نذهب مباشرة إلى صيغة الحد النوني A-N تساوي الحد الأول في R وس-N ناقص واحد هنا هذه الصيغة الآن المطلوب فقط أننا نضع بدل ال-R ال-R إذن A-N تساوي الحد الأول اللي هو موجود عندنا أصلاً سالب ربع مضروب فيه ال-R اللي هي سالب ثمانية أس ناقص واحد هذه صيغة الحد النوني لهذه المتتابعة عندنا الآن الحد الثالث ستة عشر وال-R أربعة نحن عشان نكتب اللي هي A-N تساوي الحد الأول في R أس-N ناقص واحد قلنا نحتاج الحد الأول غير موجود ونحتاج ال-R فقط إذا ال-R موجودة إذا نحتاج الحد الأول طيب الآن من وين راح نجيب الحد الأول نستخدم نفس الصيغة لأنه عندنا حن الحد الثالث قيمته يعني معنات A-N قيمتها ستة عشر وال-N ثلاثة نجد من خلالها الحد الأول الحد الأول وال-R ستعملوا في جميع الإيجاد اللي هو قيمة جميع الحدود الأخرى إذن A-N هنا عندنا اللي هو A ثلاثة يساوي الحد الأول مجهول في R اللي هي أربعة أس-N اللي هي ثلاثة ناقص واحد A-N اللي هي A ثلاثة ستة عشر يساوي الحد الأول مجهول في أربعة أس-ثنين هي أربعة ثلاثة ناقص واحد اثنين أربعة أس-ثنين ستة عشر راح أقسم الطرفين على ستة عشر راح بقالنا A واحد يساوي واحد أوجدنا الحد الأول أوجدنا الحد الأول والأر موجودة إذن صيغة الحد النوني هي A-N تساوي الحد الأول اللي هو واحد في أر اللي هو أربعة أس-N ناقص واحد ممكن أننا نتأكد بإيجاد الحد الأول من هذه الصيغة لو وضعنا بدال الـN واحد بتكون عندي واحد مضروبة في أربعة أس طبعاly هنا الواحد ممكن أن نختصرها تصير A-N لتساوي أربعة أس-N ناقص واحد إذا وضعنا بدال الـN واحد بتصير أربعة أس واحد ناقص واحد هو صفر أربعة أس صفر واحد ومبلفعل احنا وجدنا A-1 لو وجدنا A-2 أربعة أس ثنين ناقص واحد اللي هي 4 أس 1 أربعة إذا أوجدنا A3 4 أس 3 ناقص 1 اللي هي 4 أس 2 اللي هي 16 بالفعل نفس اللي معطى عندنا في السؤال معناها أن الصيغة صحيحة كما في الأوساط الحسابية فإن الأوساط الهندسية هي الحدود الواقعة بين حدين غير متتاليين في متتابعة هندسية ويمكنك استعمال أساس المتتابعة الهندسية لإيجاد الأوساط الهندسية يعني الآن نحن لما نعرف حد نريد إيجاد الحد الذي يليه نضربه في أساس المتتابعة الهندسية لكن لما يكون عندنا أوصاط مثل هنا أوجد ثلاث أوصاط هندسية بين العددين 2 و1250 يعني ما نعتقد عندنا 2 و3 أوصاط ثم نصل إلى 1250 الآن حتى لو الآن هل نستطيع إيجاد الأر هنا الأر طبعا هي اللي ممكن أني أضرب الاثنين في الأر تعطيني الحد الذي يليها ثم أضرب الحد هذا في أر يعطيني الذي يلي والحد هذا في أر يعطيني الحد الذي يلي لكن الأر غير موجودة هنا وأيضا ما استطيع أوجدها مباشرة من المتتابعة لأنه ما عندي حدين متتاليين لكن سوف أستخدم ماذا طبعا عدد الحدود المتتابعة هنا خمسة الأول والأخير وثلاثة أوصاط ثم سنوجد قيمة R باستخدام اللي هي على طول نلجأ إلى صيغة الحد النوني الحد النوني AN يساوي A1 في R N-1 الحد AN 1250 A1 2 R مجهولة N5 ناقص 1 طبعا هنا نبسطنا أصبحت R تساوي سالب وموجب 5 طبعا هنا قسمنا الطرفين على 2 أصبحت R أس أربعة تساوي ثم أخذنا اللي هو R أس أربعة عشان نلغي الأربعة هنا راح ناخذ الجذر نفكها ونحلها راح يطلع لنا R تساوي سالب وموجب 5 طبعا هنا راح نستعمل R R عندنا هنا مرة موجبة ومرة سالبة يعني كم متتابعة راح تظهر لنا هندسية متتابعتين هندسيتين راح نستعمل R لإيجاد الأوساط الهندسية الثلاثة أول شيء نبدأ بـ 2 ثم نضرب في سالب 5 طلع لنا سالب 10 50 سالب 250 1250 لاحظ هنا أننا وصلنا إلى 1250 طبعا لما نضرب في موجب 5 10 50 250 أيضا وصلنا إلى 1250 الأوساط الهندسية المطلوبة سالب 10 و50 وسالب 250 هذه الأوساط أو 10 و50 و250 أساس المتتابعة الهندسية يمكن بسهولة استنتاج قاعدة تساعد على إيجاد أساس المتتابعة R إذا علم حدان من حدودهما A N و A M بحيث أن R أس N ناقص M تساوي A N على A M R أس N ناقص M يساوي اللي هو رقم الحد ناقص رقم الحد الثاني يساوي A N قيمة الحد N على قيمة الحد M بحيطين اللي هي R أس N ناقص M أوجد أربع أوساط هندسية بين العددين نص و 512 يعني الأوساط مكتبة نص ثم عندنا أربعة أوساط ثم نصل إلى 512 إذن عدد الحدود هنا كم؟ كم عدد الحدود هنا؟ N يساوي اللي هو الأول والأخير معه أربعة 2 زائد أربعة رح يساوي 6 حدود هذه بالنسبة لل N طيب A1 A1 قيمتها نصف و A N A N قيمتها 512 نريد نحن ماذا؟ اللي نريد R R طبعاً مين رح نجيبها؟ رح نجيبها مصيغة الحد النوني المتتابعة الهندسية التي تقول A N تساوي الحد الأول مضروباً في R أس N ناقص واحد الحد النوني A N معلوم 215 الحد الأول معلوم نصف والN معلومة اللي هي 6 تبقى بفقط R نحن المعادلة ونوجد R نعوض الآن A N اللي هي 512 تساوي الحد الأول اللي هو نص مضروبة في R مجهولة أس N اللي هي 6 ناقص واحد يعني أس خمسة عشان نتخلص من النص طبعاً رح أضرب في اثنين للطرفين رح يكون عندنا اثنين فيه 512 اللي هي رح تكون ألف وأربعة وعشرون تساوي R أس خمسة الآن R أس خمسة تساوي ألف وأربعمائة ألف وأربعة وعشرون نريد R فقط R فقط العدد اللي رفعناه إلى القوة الخامسة وعطانا الألف وأربعة وعشرون يعني عدد أضرب في نفسه خمس مرات يعطيني ألف وأربعة وعشرون يعني معناتها رح ناخذ الجذر الخامس للطرفين ناخذ الجذر الخامس للطرفين أربعة تعطيني ألف وأربعة وعشرون إذا ضربتنا في نفسها خمس مرات لا طبعا هنا الموضوع يختلف لما يكون دليل الجذر زوجيا دليل الجذر زوجيا نحن نعلم أنها بتطلع لنا لما نحل المعادلات تربعية أو أس أربعة أو ما إلى ذلك رح يطلع لنا مرة موجب ومرة سالب لأن القوة الزوجية تلغي الإشارة فالعدد الموجب رح يعطيني مثل هنا في المثال الخمسة الموجب عطتني ألف ومئتين وخمسين والسالب خمسة عطتني أيضا لما ضربت طبعا يعني ألف ومئتان السالب خمسة والموجب خمسة إذا كررتهم بعدد زوجي من المرات كررناهم عددا زوجيا من المرات رح يعطيني نفس الناتج بنفس الإشارة الموجب بيطلع موجب والسالب بيطلع موجب لكن لما يكون دليل الجذر فرديا العدد الموجب بيطلع موجب والسالب بيطلع سالب فمعنات أن R هنا تساوي أربعة فقط يعني كم متسلسلة رح تنتج عندي رح تنتج متسلسلة واحدة فقط اللي هي نكتب هنا نص ثم النص رح أضربها في أربعة النص في أربعة رح يكون اثنين ثم الثنين رح أضربها في أربعة رح يكون ثمانية ثم ثم ثمانية رح أضربها في أربعة رح يكون عندنا الناتج ثم 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 ث الأوساط الهندسية لأن المتتابعة الهندسية رح تكون 2 و 8 و 32 و 128 هذه الأوساط التي تتوسط أو تكون وسط بين حدين أوجد الأوساط الهندسية المطلوبة في كل من المتتابعتين الآتيتين عندنا 20 من 100 ثم إلى مئة و 5 و 20 عندنا ثلاثة أوساط حسابية هنا كم قيمة إن هنا طبعا سؤال 6 كم قيمة إن هنا إن هنا تساوي ثلاثة أوساط زائد الأول والأخير يعني 5 طيب الحد الأول يساوي 20 من 100 والحد النوني اللي هو الحد الخامس يساوي 125 الآن نستخدم اللي هي صيغة الحد النوني A 5 تساوي الحد الأول في R أسن ناقص 1 أي خمسة اللي هو مئة و 25 يساوي 20 يساوي الحد الأول اللي هو 20 من 100 مضروبة في R مجهولة أس 5 ناقص 1 ثم طبعا هنا هنا بتكون R أس أربعة وراح أقسم الطرفين على 20 من 100 رح يكون عندنا الناتج 125 تقسيم 20 من 100 رح يساوي 625 25 عدد أضربة في نفسها أربع مرات يعني الآن الآن ممكن نحلها نقول R R لو أخذنا الجذر الرابع للطرفين الجذر الرابع للطرفين رح تكون عندنا طبعا هنا الجذر الرابع يلغي الأس أربعة رح يبقى لنا R تساوي سالب وموجب اللي هو أربعة سالب وموجب أربعة لابد سالب وموجب خمسة عفوا سالب وموجب خمسة الخمسة إذا ضربت في نفسها خمس مرات رح تعطيني عفوا أربع مرات رح تعطيني 625 وسالب خمسة إذا ضربت في نفسها أربع مرات رح تعطيني أيضا موجب 625 فهنا رح يكون عندنا متسلسلتين هندسيتين هنا لو بدأنا ب 20 من 100 وضربناها في خمسة رح يعطينا الناتج اللي هو واحد ثم واحد ضربناه في خمسة رح يعطينا خمسة الخمسة ضربناها في خمسة رح يعطيني 25 ونحن نريد إلى أن نصل إلى 125 25 إذا ضربناها في خمسة رح يعطيني 125 هذه المتسلسلة الأولى المتتابعة عفوا الأولى أو نبدأ نبدأ أيضا من 20 من 100 نضربها في سالب خمسة رح يعطيني سالب واحد سالب واحد أضربها في سالب خمسة رح يعطيني موجة بخمسة خمسة رح أضربها في سالب خمسة رح يعطيني سالب 25 سالب 25 نضربها في سالب خمسة رح يعطيني موجة 125 إذن الأوساط الهندسية هي هنا طبعا في الأولى عندنا اللي هو واحد وخمسة وخمسة وعشرون هذه هي الأوساط وبالنسبة للثانية عندنا سالب واحد وخمسة وسالب خمسة وعشرون هذه هي الأوساط الهندسية اكتب صيغة الحد النوني في كل من المتتابعات الهندسية الآتية الواجب اثنى عشر وثلاثة عشر وخمسة عشر وواحد وعشرون وبذلك نكون انتهينا من الجزء الأول من المتتابعات ومتسلسلات الهندسية شكرا جزيلا عزاء الطلاب والطالبات